تحت شعار محاربة وفايات الأمهات وسرطان الثدي عقد المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمستجدات في مجال طب النساء والتوليد من مواضيع تتعلق بالحد من وفايات الأمهات ومراقبة الحمل والولادة الآمنة والكشف المبكر عن السرطانات في هذا المؤتمر الوطني الهام للجمعية الموريتانية لأمراض النساء والتوليد الذي يناقش طرق الأمثل لمحاربة وفايات الأمهات ومكافحة السرطان الثدي وهما مشكلتان رئيسيتان تؤرقان كل نظم الصحة العمومية في بلداننا النامية أود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر لتفضلكم بالمشاركة في النقاش والوضع الحلول لهذه القضايا التي تمس من عمق الأمن الصحي لمجتمعاتنا رئيس المنظمة الموريتانية لطب النساء والتوليد السيد عبد أحمد بن ناهي أكد أن هذا المؤتمر العلمي الذي يتطرق لمواضع ذات أهمية بالغة سيشكل فرصة لتقديم مقترحات لتحسين صحة المرأة في بلدنا يتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر الذي يدوم يومين في الحد من اتشار وفايات الأمهات وسرطان الثدي في بلادنا